احنا قدام مباراة مهمة جدا 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 يمكن الظروف المحيطة لمباراة تحس تحسسك ان انت بداخل تلعب فاينال هو تقريبا كده لان المباراة حاسمة ومصرية للفرقتين طبعا الظروف اللي احنا هنقول حطينا نفسنا فيها مصعابة الماتش ولكن لعبت النادي الاهلي دايما بتلاقيهم في الصعاب زي جماهير النادي الاهلي العظيمة شفنا ملحمة تاريخية قل ما تتكرر الا من جماهير النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي مش عايدة دول ضربت المثل ولكن هي ضربت امثلة كتير ابل كده جماهير النادي الاهلي عملت حاجة ما حصلتش ابل كده في تاريخ الكرة المصرية جماهير النادي الاهلي التذاكر نزلت والحمد لله الخمسين الف الخمسين الف النهاردة في الملعب ان شاء الله ان شاء الله هم دول اللي هيكون باذن الله نقطة التحول في المباراة نقطة التحول في المباراة إن شاء الله من بدايتها لصالح النادي الأهلي إن شاء الله بفضل ربنا طبعا في البداية وبفضل جماهير النادي الأهلي العظيمة اللي بعد التذاكر ما نزلت بخمس ست ساعات انتهت تذاكر مباراة خمسين ألف متفارج عمرها ما حصلت في الكرة المصرية ولكن جمهور النادي الأهلي هو اللي دايما بيدرب المسل وجمهور النادي الأهلي هو اللي دايما بيدرب بالمسل البداية كانت عشان نحكي بقى من الإدارة اللي بدأت مبكرا في أنها تجهز للماتش والإدارة في البداية طلبت عدد معين لساعة استاذ القاهرة كاملة والجهات الأمنية وفقت وفقت على حضور خمسين ألف متفرج طبعا خمسين ألف متفرج عدد كبير جدا 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 وهم بقالنا فترة ما شفناش العدد دوت موجود في المدرجات ليهم كل الشكر طبعا موقف عظيم في هذا التوقيت اللي النادي الأهلي محتاج فيه جماهيره بقوة الإدارة سرعت على التجهيز لهذا العدد تم الاتفاق على الأسعار أسعار في متناول الجميع خاصة طبعا إحنا بنتكلم على الجمهور الحقيقي اللي احنا بنتكلم عليه بنقول إيه جمهور الدرجة الثالثة وجمهور الدرجة الثانية والسعر كان يعني محدود خمسين جنيه فده يعتبر كويس للتالثة وستين جنيه للتانية كمان الإدارة ما اكتفتش بكده إدارة عملت على توعية الجماهير وعايزة يعني أقول نقطة مهمة في الجزء ده جماهير النادي الأهلي طول عمرها ملتزمة جماهير النادي الأهلي طول عمرها ملتزمة جماهير النادي الأهلي النهاردة ما فيش حاجة حتشتتهم جماهير النادي الأهلي النهاردة جاية لهدف معين بس الهدف إن هي تفضل ورا فرقتها من أول ثانية أول ثانية إيه ده من الصبح ده هم قاعدين من الساعة اتنين ولا الساعة ثلاثة في الملعة هي يمكن بص معنا صورة يعني مش عايزة اقول لحضراتكم على فكرة شهر رمضان والسيام وكل دول سالمين وكل دول جايين من بدري وهيفطاروا